موسيقى أنا وزميلة تمارا رح نترافق معكم على مدار ساعتين من الوقت مع فقرات وديوف عديدة وأكيد قبل ما قال بونجور لتمارا بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة ومباركة إن شاء الله بتقدوا الويك أند بأجمل أوقات يا رب صباح الخير تمارا صباح الخير ريتا وأكيد صباح الخير للكم مشاهدينا مثل ما عودنا لكم مواعيدنا من التنة للجمعة وأكيد فيكم تكونوا عم تشوفونا عبر فيسبوك بريام تيفي لابانون وأكيد عبر اللينك المباشر أونلاين أنا مثل ما ذكرت زميلتي ريتا بتتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة بيضل هالظروف الاستثنائية اللي عم نمرق فيها الاقتصادية والاجتماعية اللي ما فيها اللي عم تأثر على نفسيتنا صحيح تمارا مثل ما قلت يعني هيد الظروف كتير عم تأثر على نفسية الناس وخاصة عم تحسة إنه كل يوم بعد يوم عم تتأزم الأمور بتصير أصعب مشان هيك يعني إن شاء الله بنهاية هالأسبوع هيك المواطنين بيرتاحوا شوي صغيرة وبيصلوا عن جد لأن نحنا يمكن بحاجة كتير لصالة مارا لحتى هيك أعجوبة تخلص لبنان من كل هالمصايب اللي نحن فيها أنا بأمن أنه ما في غير الأعجوبة بتخلصنا بهيك أوقات نحن نحطلين نعرف تأس الجمعة اليوم وعنهاية الأسبوع معي كريتا شو محضرتين لنا؟ أكيد هلأ تمارا أنا وياكي والمشاهدين رح نروح مع حالة التأس يعني بتعرفي تمارا هاليومين هيك بتحسي شوب وخاصة عم بيكون على الساحة الشوب فالتأس رح يكون فيه كتل هوائية حارة نسبيا مصدر الخليج العربي بتسيطر تدريجيا على الحوض الشرق المتوسط مع درجات حرارة فوق معدلات الموسمية خاصة بالمناطق الجبلية والدخلية وأكيد فيه أجواء رتبة على الساحل وبتستمر للأسبوع المقبل أما تأثر يوم الجمعة مشاهدين على 27 أيار قليل لغيوم مع ارتفاع إضافة بدرجات الحرارة وأكيد تمارا عم بيحذروا ما بعرف أكيد شفتين على جميع مواقع التوصل الاجتماعي من خطر اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية فإن شاء الله هالسنة أكيد ما يصير مثل سنت الماضي لأنه كان فيه كوارث طبيعية أما بالنسبة لتأس يوم السبت 28 أيار رح يكون قليل لغيوم جمالا دون تعديل يذكر به درجات الحرارة بالمناطق الجبلية والساحلية أما نسبة الرطوبة فمرتفعة على الساحل أما بالنسبة تمارا لتأس الأحد يلي كل الأشخاص بيمتروا لحتى يعملوا بروغرامات لأحد 29 أيار رح يكون قليل لغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية ودايما خطر اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية رح يكون موجود مشان هيك دايما تمارا بنذكر لمشاهدين أنه يتوخل حذر لأنه دايما كمان أنت بتاعتنا صايح بالنسبة لحرائق الأحراج أنه قدي واحد لازم يكون واعي وينتبه لأنه أقل شغلة ممكن نصير بكارثة بيئية صحيح يعني ما بدنا أكيد نرجع نكرر سيناريو 2019 الحريق الهائل اللي صار بمناطق وأحراج الشوف لهيك أكيد نحن مشاهدين دايما ننصحكم نكونوا عم تنتبهوا خاصة أنت لماذا ذكرت هذه الدرجات الحرارة إلى ارتفاع ما يكونوا عم بيكبوا كمان وصص تعمل حريق قابل للاشتعال مثل السجارة وغيرها صحيح تمارا وكمان بحب ذكر دايما المشاهدين نحن متى كل سنة من سنة إلى هلأ أنه هلأ بلش موسم الربيع وجايين على موسم الصيف وأكيد كلنا منحب الشمس ولكن مشاهدينا لازم ننتبه كتير لبشرتنا لازم ما نظهر أبدا بلا واقي للشمس الإكران لأنه بيحميلنا بشرتنا وأكيد إذا رحنا على البحر أو على البيسين ننتبه كتير منيح أن نشرب ماي ونغطي راسنا لحتى ما يصير عنا أشعة الشمس تأذينا أو تعملنا حرارة وخاصة بهيدا التقاس عم بيصير فيه كتير جريب مثل ما صار مع زميلة تمارا أكيد نحن منقلك سلامتك تمارا إن شاء الله قريبا تصيري أحلى على أمل أنا أبدأ شكريك وأكيد هلأ رح 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 أنا وياكم على قديس اليوم الكنيسة بتحتفل مشاهدينا اليوم 27 أيار بهيد البابا يوحنا الأول الشهيد ولد بإيطاليا وكان يخدم البابا وخلفه على سدة الباترياركية ب13 أب سنة 523 لما وقع الخلاف بين الملك اللي كان بأنذاك عبي يحكم أنذاك وكان عبي ناصب الأيروسيون قام البابا بمهمة المصالحة بينهما فذهب مع وفد من الأساقف إلى القسطنطينية وكان إنه استقبال حافل لدى وصوله مع الملك نفسه وكمان طوج باحتفال عظيم لما ينجح البابا بوساطه من أجل الأيروسيون بحيث أساء الملك معاملته وسجنوا بمدينة هونيكي وكمان استشهد بـ 27 أيار سنة 526 ودفن جسد الطاهر بالفاتيكان صلاته معنا أكيد اليوم بيتا صلاته معنا أمين تمارا دايما هيك بننظر هالفقرة كمانا أدي هيك الإديسين نحن بحاجة لصلاواتهم بهالفترة يلي مثل ما ذكرنا فترة العصيبة والسعبة فصلاة معنا أمين أكيد يعني من بعد ما كنا مع فقرة إديس اليوم تمارا أكيد أنا وياكي والمشاهدين محضرين لون باقة من الأخبار المتنوعة بفقرية المتفارقات يعني تمارا رح بلش بأول خبر هيك لا يكون خبر مفرح ولتعرفي أدي هيك فيه لبنانيين وخاصة صغار بالعمر متفوقين عماد سعادة هالفتل نابغاي اللي بيجوز عمره لتسع سنين شارك بمسابقة عالمية للرياضيات مرتين وبالمرة تانية حصد المرتبة الأولى عالميا وعرف عماد بحبه للرياضيات بسنوات دراسته الأولى وكان يمضي وقت طويل بحل مسائل صعبة وبتفوق صفه بمساعدة أكيد وتشجيع والدته لمهنسة وتسجل عماد بالمسابقة وكان الطفل لبناني الوحيد متباريا مع 17300 طفل من جميع أنحاء العالم مرتين بأول مرة حصد المرتبة 28 من بين 12000 متباري وبالمرة تانية حصد المرتبة الأولى عالميا من بين 17300 متباري يعني أكيد منقله مبروك تمارا وقدي هيكي بيكبر قلبنا بس نشوف طفل متفوق بين 17300 متباري هلأ أنا إذا بترجع لقلي ما بحب المرت أبداً أنت بتحبي المرت؟ ما كتير بحبه بس حلو يعني بخليكي تفكري لأنه مسائل حسابية بخليكي تكون عبد فكري بس أكيد نحن منقله مبروك أكيد منقله مبروك ويعني بلشت معنا بالمتفرقات بأخبار حلوة لأنه للأسف أنا خبر الثاني ما كنت حابة يبلش فيه وهو المأساة اللي عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية من جراء مشاهدين أطلاق النار العشوائي داخل المؤسسات التعليمية اللي صار بتاكسس وأدنا مقتل 21 شخص من بينهم 19 طفل و3 بالغين خلال حادثة مثل ما عم نشوف بالصورة بمدرسة بولاية تاكسس بحيث نفذ مراهق هجوم كمان يعد من أكثر الهجمات الدموية اللي شهدتها مدرسة بالولايات المتحدة الأمريكية لدرجة أكيد أنه صنفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه الثاني أعنف اطلاق نار بمدرسة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية حتى بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الهجوم أو حتى هذه الجريمة صارت يوم الثلاثة بتمام الساعة 11 ونص وأكيد اللي ينفذ هذا الاعتداء أو حتى هذه الجريمة هو كمان تلميز منه شخص كبير وكمان عم تتبادل الصحفة بطول أنه كمان كان عنده أصص نفسية وحتى متعرض للتنمر يعني الأمراض النفسية تمارا بتودى لهيك شي عنف ولكن يمكن الحوالية أو العيلة ما عم ينتبهوا لهيدا الموضوع الدائم هم أنه الأهل يكونوا منتبهين لأولادهم لأنه حيالة تصرف منه بمحله لازم يشكوا الأهل ولازم كمان مش غلط أنه الشخص يشوف بسيكولوج أو يشوف حدا بسيكياتر بالعكس يمكن بيرتاح وما بيعمل هيك جريمة يعني صحيحين حتى الصحف اللي كان عم تذكروا أنه هو وقت عيد ميلاده كان عم يشتري أسلحة عم يجمع أسلحة كمان هون دور الأهل وذكرت الصحيفة نيويورك تايمز أنه تعرض لجدته كمان قطلة قبل ما يروحوا نفس جريمته بالمدرسة بولاية تاكسس نحن ما قلنا غير نقول أكيد الله يرحم الأطفال ويصبر أهلهم أكيد أنه 19 طفل و3 بالغين أكيد الله يرحموا إن شاء الله نفسهم بالسماء يا رب أمين يعني من بعد هالخبر تمارى المؤسف أنا بدي روح على منظمة الصحة العالمية اللي أعلنت أنه توقع رصد المزيد من حالات الإصابة بجدر القرود بالوقت اللي عم توسع نطاق المراقبة بالبلدين اللي ما بيوجد فيها المرض عادة وأضافت أنه المعلومات المتاحة بتشير إلى أنه انتقال العدوى من إنسان لآخر بيحدث بين أشخاص على اتصال جسدي وثيق مع الحالات اللي بتظهر فهيدا قرار منظمة الصحة العالمية شو محضرتيننا بالخبر التالي تمارى؟ بالخبر التالي نحن نرجع على لبنان وأجواء الانتخابات اللي بعدنا للأسف مخلصنا منها لتاليش لأنه بعدنا عم شوف سؤال المرشحين والمرشحات على جوانب الطرقات مع أنه الاستحال انتخابي خلاص بس اللافت بيكم مرشح ومرشحة اللي دايما عبيسعوا أنه ما يكونوا عبي روحوا الإعلانات اللي حطوهم على الطرقات بفترة الاستحال الانتخابي على الفاضي أبرز مني طلبت فيه أكيد النائب نجاة عون أسبوع الماضي وخبرنا اليوم كشفت المرشحة للانتخابات البرلمانية اللبنانية الأخيرة جوزيفين زغيب عن قرارة أنه تحول كل اللافتات الانتخابية الخاصة فيها لحقائب مدرسية بخطوة الجيعية للمحافظة على البيئة ونشر مفهوم إعادة التدوير قدش حلو هذا الأكت إذا فينا نقول ريتا لأنه مثل ما نعرف الأعنات اللوراء العجواني بالطريق رح يكونوا عبي وصخوا ويزيدوا سبيلي ويلوثوا البيئة فالخطوة اللي بدأت قوم فيها جدا حلوة فرح تحول اللافتات الإعلانية الخاصة في المنتشرة بمنطقة جبل لبنان وبيروت لحقائب مدرسية مشاهدينا بالتعاون مع جمعيتي أكت فور تومورو وبيتي مثل ما ذكرنا أكيد بخطوة الجيعية للمحافظة على البيئة يعني أدي حلو تمارا وأنا بنبسط بالخبر لأنه عن جد أوقات مش تحيزا للنساء ولكن عندهم هيك أفكار مبتكرة وبنائة فأكيد نتمنى لهم كل التوفيق تمارا بالخبر التالي معي كمان خبر مفرح حيث أنه تصدر برج خليفة بالإمارات قائمة المواقع الأكثر استقطابا للزوار بالعالم من بعد برج إيفل بفرنسا وتاج محل بالهند يعني تخيلي تمارا هالبلد اللي كان سحرة كيف صار جنة ومعروفة دبي قدي حلوة فإن شاء الله لبنان كمان قريبا هيك حلمنا أنه يكون بين قائمة الدول اللي أكتر الناس بتذورها على كذا سبب نحن موعودين بصيفية واعدة إريتا نحن نتغنى منفتخر بالمعالم الطبيعية اللي عناياهن يعني أكيد إمارة دبي متل ما زكارتي بلد حلو بلد مصطنع اللي عنا هي جمال طبيعي وجمال عجد منفتخر فيه من خبري كريتا رح نروح على شركة واتساب اللي عبت خطت لإقاف دعمها لأبليكيشن واتساب عن عدد من الهواتف قريبا بما فيهن أكيد آيفون 5 و 5C يعني إذا فينا نقول آيو اس 10 وآيو اس 11 وهيدا الشي رح يكون اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول الفين واتنين وعشرين فإذا كان عندكم آيفون 5C وآيفون 5 الواتساب رح يكون عب يتوقف دعم من تشرين منتشرين يعني هيدا الخبر سمعني بدنا نشوف هلأ تطبيقه كيف رح يكون تمارا قلت شغلي كتير حلوة إنه قدال الصيفية رح تكون واعدة بلبنان يعني بتتفاجأ يعني فيه تناقض بلبنان بتحسي نحنا عايشين هيك بزعل بحزن بألم على الأوضاع كلها بلبنان ولكن إذا بتسمعي شو كشف نقيب أصحاب مكاتب السفر جون عبود إنه فصل الصيف ينبق بموسم سياحي مميز مع امتلاء الطائرات القادمة إلى لبنان من حزيران إلى أيلول المقبل بحيث عم بتفكي شركات الطيران العربية والعالمية إضافة إلى طيران الشرق الأوسط زيادة عدد رحلاتها لا استيعاب العدد الكبير المتوقع ووصوله من لبنانيين منتشرين أو عاملين بالخليج أو سياح عرب وأجانب يعني هذا الخبر مفرح صحيح مع أنه الشعب اللبناني كتير تعبين ولكن مثل ما قلت بلد لبنان كتير حلو كل الناس هيك بتحسي فيه سحر هالبلد كل الناس تحب تجي تزوره وتقضي وقت فيه وخاصة وقت العطلة يعني مثل ما أنت ذكرت ريتا بلد التنقضات إذا فينا نقول الدولار تخطى على طبية 36 ألف حنصير على الأربعين وعننا حجوزات وصيفية واعدة بس من نفس الوقت فيه كمان موضوع مهم أكيد مشاهدينا من الحمد تشاركوا معكم اللي هو موضوع السرقة والسرقات اللي عم يتعرضون للمواطنين بتحسي حياتنا مهددة كل ما نطلع من البيت للأسف بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والفقر والبطالة ووضع الاقتصادي المتأزم بسبب الدولار وسعر السرف لهك مشاهدينا توجه رئيس شعبة العلاقات العامة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العائد جوزيف مسلم بسلسة نصايح للمواطنين وأسحاب المؤسسات والمصالح للحد من إمكانية تعرضهم للسرقة فأوصى بعدم حمل مبالغ كبيرة بحقائب اليد للنساء وحتى كمان للرجال والانتباه لطريقة حملة وعدم وضع حقائب اليد على المقعد للسيارة إنما بمكان مخفى تحته يعني هذا شيء كتير مهم خاصة هلأ بفصل الصيف بيفتحوا الشباك وبيتركوا الجزدين أو حتى الولد بمحال مكشوف هذا شيء لازم تكونوا عم تنتبولوا مشاهدينا وكمان نصح السائقين بإقفال أبواب السيارة ونوافزها لأنه أكيد أن الشالين رح يكونوا ناطرين أمام السوبر ماركت والمصارف وغيرها لما ينزل الشخص من السيارة ودعم سلم المواطنين للانتباه كمان للموبايل لسيما لما يكونوا عبيحكوا على التليفون بالسيارة كما بتعرفي ماشيون بالسيارة في خين الشباك فإذا ما رأى شخص بيقدر يكون بسهولة عم بيشيل التليفون من إيده للمواطن وكمان خاصة بزحمة السير هذا الشي مهم ودعاهم أكيد لعدم حمل الهاتف من جهة النافذة يعني من جهة الشباك ودعا كمان حذر من السرقات اللي بتحصل لأغراض السيارة نفسها والقصص اللي بيكونوا حطينا بقلب السيارة ممكن كمان يكونوا عبيكسروا لإزاز فننصحكم مشاهدينا ما تكونوا عم تحطوا هالقصص هالقد قصص ثمينة مثل اللابتوب وغيرها بقلب السيارة بمحل مكشوف ونبه كمان أن السرقات بالمنازل بتحصل بأسالي مختلفة من خلال التسلع للمنازل بواسطة الحبال أو غيرها فكمان دعا لتعزيز الأقفال بالمنازل يكونوا كتير من تبهين وحذر كذلك من السرقات اللي بتحصل على أسطح المنازل أو الأبنية ودعا إلى أقفال أبواب الأسطح فهيدا كمان جدا مهم واترق كمان للسرقات اللي عم تحصل عبر انتحال صفة خدمة الديليفيري هذا الشيء كمان مهم أو تنفيذ عمليات سيانة أو طلب خدمة معينة مثل شرب الماء وغيرها يعني هيدا الشيء كتير عم بيصير والعالم عم تمشي معه يعني بيوقفيك شخص على جنب الطريق بيقولك بدي أشرب أو بدي هيدا الخدمة منك نفس الوقت بيكون عبينطحل صفة معينة وكمان دعا لتوزيع المجوهرات بالمنزل وعدم وضعه بمكان واحد فالوضع صعب صعب كتير ومشاهدين المفروض يكونوا واعيين والمواطنين يقدروا يعرفوا يميزوا الصح من الغلط صحيح تمارا وقدم همينو النصايح يلي قدمون لأنه فعلا نحنا هلا على بواب صيفية وبتعرفي كمان البيوت بيبقى مفتحة للشبابيك مفتحة بالسيارة فالدي المواطن لازم يكون منتبه لهالوضع السيئي اللي نحنا فيه صحيح أنا كمان تمارا بتعرفي هيدا الخبر إذا بديك هز اللبنانيين بمعنى لأنه شيء بيتعلق بالاتصالات فأكد وزير الاتصالات جوني القرم أنه قرار رفع التعرفة أنقذ القطاع اللي ما كان قادر يستمر على نفس الحالة موضحا بما يتعلق بالهاتف الثابت زادت التكلفة مرتين ونص المرة علما بأنه في بقية من الأسعار أقل لمحدودية الدخل وأخرى بأسعار أعلى وأشار أنه بالرغم من رفع التعرفة فكلفة الاتصالات بلبنان بتضل الأقل مقارنة بدول المنطقة هيدا تعرفي تمارا قديش كانت هالخبر وقع كتير صعب على المواطنين بحيث يمكن إذا كنت تدفع في تورتيك تنحصت 300 ألف هلأ صرت بتدفعيها يمكن مليون و 200 ألف وعم بأكد أنه نحن يمكن أقل البلدان يلي سعر المخابرة عنا أو التليفونات هي زهيدة بس مواطنين بدو جيب هيدا الرقم خاصة لخطوط السابتة المصايب عم تتوالع المواطنين فعلا كل كم يوم للأسف خاصة هلأ بعد الانتخابات صحيح تمارا يعني أنا بيدل عندي خبرين أكيد كمان أوضح عضو نائبة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس أنه رغم الأزمة بعدها عم بتأمن الشركات المحروقات للمحطات غير أنه أصحاب المحطات اتخذوا قرار تمارا أنه بعدم أخذ بطاقة الاقتمان وكلنا صرنا نعرف هالشي أنه الأشخاص اللي معهم مساري بالبنك وعندهم فيزا كارت بطاقة اقتمان ما عم يقدروا يستعملوها لا بالمحطات بالسوبر ماركت عم بيقللو يعني بيقولو لك 50% و50% كاش أو بعدين قالو يمكن يعملوها 25% يعني بتحس المواطن فعلا تمارا عم ينزل بيروح على البنك لحتى ياخد يلي هو بيحقله بالشهر وهن مصرياته حتى بالفيزا كارت اللي كنت تدفع فيها كتير حتى بالمطاعم ما بقى عم يقبلوا أغلبية المطاعم يعني بدوا نص فيزا ونص كاش يعني الممع وكاش ما عم يقدر يتصرف للأسف للأسف أكيد تمارا آخر خبر معنا أكيد نحن دايما نشدد على الرضاعة الطبيعية خبر كتير حلو تمارا أنه تم افتتاح غرفة رضاعة جديدة بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى تجديد 8 غرف رضاعة بالأمم المتحدة والمشروع أتى بمبادرة من الرئيس عبدالله شاهد وتم تنفيذه بدعم قوي من إدارة الدعم التشغيلة بالأمم المتحدة والمساهمات الفنية من قبل حكومتي سلفادور ونيوزيلندا حلو هذا الخبر هيك إن هنا في فقرة المتفارقات بشجع عرضاعة طبيعية للسيدات صحيح خبر حلو وأنا كمان رح أنهي بخبر أحسن بحيث يتم بهذه الأثناء القديس الإلهي وتكريس كنيسة القديس حارث بن كعب أسكف نجران بمسقط بسلطنة عمان رح نعرف تفاصيل أكثر بهذا الفيديو ونرجع لكم مشاهدين بدعوة من راعي أبرشيات بغداد والكويت وتوابعهما للرومي الأرثودوكس سيادة المتروبوليت غطاس هزيم بدأ غبطة بطريق أنطاكيا وسائر المشرق للرومي الأرثودوكس يحن العاشر زيارته الرعائية إلى رعاية مسقط في سلطنة عمان استهل اليوم الأول بإقامة صلاة الشكر في كنيسة القديس الحارث بن كعب النجراني مسقط بمشاركة عدد من أصحاب السيادة المطارنة أباء المجمع الأنطاقي المقدس ولفيفن الأباء الكهنة والشممسة بحضور ممثل وزير الأوقاف الأستاذ أحمد البحري مدير دائرة الرعاية الدينية والسادة السفراء في السلطنة سوريا، لبنان، روسيا، فلسطين، الأردن، كبروس، اليونان ممثل عن منظمة الصحة العالمية الأستاذ جون جابور رعاة الكنائس في مسقط عدد كبير من أبناء أبرشيات الكرسي الأنطاقي وفدوا من مسقط، العراق، الكويت، لبنان، سوريا ومدعوين بعد صلاة الشكر القتلى رعيسى كلمة ترحبية بغبطته والوفود المشاركة لخصتها بعبارة أن هذه الصلاة هي بمثابة لقاء على محبة الله من ثم القراع أبرشيات بغداد والكويت وتوابعهما المتروبوليت غطاس هزيم كلمة مما جاء فيها هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ونتهلل به نعم يا صاحب الغبطة هذا يوم صنعه الرب لا نحن فهو من بارك وعمك هذه هي القيامة أن توجد شيئا من لا شيء القيامة هي الرجاء هي الأمل هي تحقيق الحلم وتحويله إلى واقع حق لهذه الرعية أن تفرح اليوم أن تفرح بثمار صلاة امتدت لسنوات وجهاد لتحقيق الحلم هذا الفرح لما كان يكمل بدون حضوركم وبركتكم وحضور الإخوة إكليروسا ومؤمنين بعد إذن كانت كلمة لممثل بزارة الأوقاف الأستاذ أحمد البحري عبر فيها عن اعتزاز السلطنة وفرحها بهذا الحدث التاريخي يسرنا ويسعدنا مشاركتكم في الافتتاح الرسمي لكنيسة الروم الأرثوذوكس في سلطنة عمان تحت الرعاية الكريمة لغبطة البطريرك يوحن العاشر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذوكس كما يطيب لنا أن نشكر القائمين عليها لا سيما لجهودهم الحثيثة في بناء كنيسة الروم الأرثوذوكس بمسقط لتكون رافدا للمحبة والسلام والتسامح بين الجميع وفقكم الله وسدد خط الخير دائما وشكرا لكم جميعا بدوره رد غبطة البطريرك يوحن العاشر بكلمة جوابية شاكرا وقائلا جمعتنا عمان هذه الأرض الطيبة في هذه الكنيسة المقدسة كنيسة القديس الحارث زعيم نجران ابن هذه الديار الغيور الذي ختم حياته بشهادة ليسوع المسيح ربا وإلها ومخلصا مؤكدا وجود المسيحية منذ الأيام الأولى في القبائل العربية وليس فقط وراء الأسوار تجمعنا اليوم ذكرى هذا القديس الشهيد الذي أكد ويؤكد أن المسيحية لم تكن في يوم من الأيام غريبة عن شره الجزيرة العربية ولم تكن ولن تكون تبعا لمخلفاته حملات سميت باطلا صليبية كانت هي وأعني المسيحية في مشرقيتها أولى من تلقى اتداداتها السلبية في ختام كلمته قدم البطريالكيحن للمطرنغة تصهزين بدل كهنوتية كما قدم لكنيسة بيت القربان المقدس ليوضع على المائدة المقدسة وقلد قدس الأرجمانديد ديمتري منصور صليبا مقدسا تقديرا لعطاءاته وبدوره قدم الأرجمانديد ديمتري للبطريالكيحن باسم أبناء الرعية عصى رعائية في استياق نفسه قلد البطريالكيحن العاشر السيدة إفلين كرم نيابة عن والدها المهندس سيمون كرم وسام القدسين بطرس وبولوس كما قدم للمتبرعين دروعا تقديرية تحمل أيكونة القديس الحارس بن كعب النجراني هذا وقد جرى عرض فيلم وثائقي يخط مراحل تأسيس الكنيسة حتى تحقيق الحلم الذي جمع الشعب المؤمن بنعمة الرب في بيت الله شكرا للمركز الأنطاقي الأرثوديكسي للأعلم وأكيد نتمنى يكون هاتي كريس مبارك ريتا من بعد فقرة المتفرقات نحن دايما نمطر معلومتك الطبية تحديدا كل أسبوع شو محضرتين لنا فيها الأسبوع يعني اليوم تمارة بتعرفي عم يدوى الكتير عن جدر القرود اليوم أنا وياك والمشاهدين راح نروح بفقرية معلومة طبية يعني تمارة بتعرفي أول ما بلج كوفيد خافوا الناس كتير وهلأ إجا فيروس جديد هو جدر القرود هو فيروس انتشر حوالي سنة 1950 بأفريقيا وكيف انتشر هيدا الفيروس بينتقل من القرد للإنسان وبينتمي الفيروس المسبب لجدر القرود إلى عائلة الفيروسيات يلي هي نفسها مسببة للإصابة بمرض الجدر المعروف يعني هو زيته تمارة هيدا الفيروس جدر القرود هو زيته يلي الولاد الصغار بينصابه بالجدر وقتها نسمع أنه هيدا الولد عمل جدر هو زيته من زيت العائلة تبع الفيروسات يلي بتسبب مرض الجدر المعروف وأكيد حالة من الترقب المستمر الممزوج بالقلق بيسيطر على جميع الدول بعد ما رصدت أكيد السلطات الصحية بدول أوروبا أمريكا أستراليا وكندا عدد من حالات الإصابات بمرض جدر القرود الفيروسي خلال الأيام الأخيرة هلأ شو هن الأعراض تمارة وكيف بيتم علاجون هالمرض بسبب أعراض عند معظم المرادة من الحمى أكيد يعني بتطلع حرارتهم كتير بيصير عندهم وجع بالجسم كتير قوي أكيد بيصير عندهم تشات برد لأنه عم ينحروا التعب يعني بيحسوا كتير فتيق هاي كما أنهم قادرين يعملوا حيالة مجهود أكيد طفح جلدة مثل ما عم نشوف بالصور وبصور على الوجه أكتر شي وعلى الإيدان وممكن هالبصور وهالطفح أكيد كمانا ينتشر على أجزاء أخرى بالجسم وعادة تمارة يمكن في كتير أشخاص بيقولوا طب أنا إذا صار معي جدر القرود أي متى بتعيفها عادة معظم الناس بيتعيفوا من بعد أسبوعين لأربع أسابيع دون الحاجة لدخول المستشفى يعني ما فيها الخوف مثل الكوفيد أنه نفوت على المستشفى ولكن في شغلة كتير مهمة تمارا أنه تحتن حد من خطورة المرض وأكيد مع غياب العلاج وعدم وجود لقاح محدد لها مكافحة المرضى فالوسيل الوحيد للحد من الإصابة هي برفع الوعي بعوامل الخطر المرتبطة فيه أكيد وإتخاذ التدبير يلي بتحد من معدل التعرض لأله وضرورة تجنب المخالطة الجسدية الحميمة للمصابين بالمرض مع ارتداء الكفوف عند الاعتناء بالمرضة وضرورة المداومة على غسل اليدين وأكيد الحد من مخاطر انتقال الفيروس من الحيوانات الحاملة لها الفيروس إلى الإنسان وضرورة تهي كل المنتجات الحيوانية كتير منيح قبل أكلها يعني أكيد نحنا بلبنان بعد ما تسجل الحمد لله ولا حالة ولكن كل الدول يعني أمريكا مثل ما ذكرنا وكندا وأوروبا شفنا حالات لجدر القروض ولكن ما بتخوف مثل ما قلنا تمارا هي جدري بس أكيد أكيد الإيجيان أو النظافة كتير مهمة عند الشخص أنا دايما بحب تذكر تمارا أنه النظافة عند الشخص اللي دايما نحنا بنحكي فيها النظافة شخصية نظافة شخصية ما لازم تكون بس وقت يكون فيه فيروس يعني وقتها كوفيد بتحسي الناس كلهم ستعملوا سانيتيزر وخافوا ونظفوا ولكن هيدا لازم تكون نظافة شخصية عندنا كل يوم نمارسة كل يوم لحتى في كتير فيروسات بينتقلوا من قلة النظافة فها هي قصتها هينة إن شاء الله بتكون مش بس إلا النظافة زكارتي الشي مهمة اللي هو طهي اللحمة كميرا والمتاجات الحيوانية بطريقة كمير جدا مهمة هيدا شي جدا مهمة للطب مهم لحتى ما ينقل فيروسات صحيح تمارا يعني أكيد إن شاء الله يكون هيك فدنا المشاهدين تمارا بهالمعلومة الطبية للأسف هلأ وصلنا أنا وإياك لختام حلقتنا الصباحية ولكن مشاهديننا رح نروح قبل مع تأمر روحي ومن بعدها خليكن معنا ما تروحوا بعيد لأن أنا وزميلتي تمارا رح نبلش باستقبال ضيوفنا مريم المقاومة المثابرة الشجاعة مريم الأم التي جاز السيف قلبها